الخارجية الموريتانية تدعو الجالية المقيمة في سودان لتحليم الإيقظة في هذا البلد الذي يشهد أوضاعاً أمنية مضطربة إذرى اجتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دلعت السبت الماضي وأكدت الخارجية في بيان رسمي أن السفارة الموريتانية بالخرطوم في تواصل مستمر مع أفراد الجالية هناك من أجل الطمئنان على أوضاعهم وحفهم على التقييد بالإجراءات الصادرة عن السلطات السودانية من أجل سلامتهم فوجهت الخارجية الموريتانية في بيان منبصل دعوة للأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتضليب لغة الحوار والعقل لحل المشاكل التي يشهدها البلد وتشهد مدن سودانية لليوم الثالث على التوالي مواجهات واشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث شهدت الدبابات بشوارع العاصمة وتزايدت طلعات الطيران الحربي كما يحتدم الصراع بين مطاري الخرطوم ومروي وسمع دوي أصوات القصف الجوي والمدافع الأرضية في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم حيث مقر القيادة العامة للجيش وحول المطار الدولي والقصر الرئاسي وتفاقمت لوضاع الإنسانية في العاصمة الخرطوم على وقع الاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي إذا فادت نقابة أطباء السودان بمقتل ما لا يقل عن 97 شخصا وإصابت أكثر من 940 منذ اندلاع الاشتباكات فيما تحدثت منظمة الصحة العالمية عن نفادي لامدادات الطبية التي وزعتها وشملت المرافق الصحية قبل التصعيد بين الطرفين تزامنا مع ذلك دعت نقابة أطباء سودان جميع الكوادر الطبية للمؤازرة نورا إلى وجود أعداد كبيرة من المصابين والحالات الحريجة التي تحتاج تدخلا جراحيا عاجلا ترجمة نانسي قنقر